في ظروف شبيهة بالمجاعة أو على بعد خطوة واحدة منها هكذا يعيش ملايين اليمنيين بوصف الأمم المتحدة التي أكدت عبر متحدثها الرسمي على أن الوضع الإنساني في اليمن ينزلق من حافة الهاوية فهناك 16 مليون يمني يعانون من الجوع بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجيريك خلال مؤتمر صحفي بينما يرزع عشرات الآلاف في ظروف شبيهة بالمجاعة في الوقت الذي يتواجد فيه قرابة خمس ملايين شخص على بوابة الجوع استمرار الأزمة اليمنية بدون حل حاسم رفع من عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية ليصل إلى عشرين مليون يمني وفق الإحصائيات الأممية التي لفتت الانتباه إلى أن عملية النزوح عقدت من قصة المساعدات الإنسانية فالهجمات التي يشنها الحثيون على مأرب تهدد بسلامة الملايين وأدت إلى نزوح قرابة عشرين ألف شخص بتقدير المنظمات الأممية وقد رصدت منظمة الهجرة الدولية نزوح 130 أسرة في أقل من أسبوع في تعز ومأرب وقالت في تقرير حديث لها إن حالات النزوح تمتد لتشمل الحديدة والظالع وإب تكمن معضلة النزوح في تعمد ميليشي الحوثي قصف مخيمات النازحين حيث تعرض المدنيين فيها إلى قصف متكرر بالصواريخ والمدفعية وهو ما أجبر ثلاث مخيمات على الإغلاق في مديرية الصروح حسب وكالات دولية أكدت استمرار مخاطر تطال مليوني نازح في 200 مخيم في مدينة تتعرض للقصف الحوثي بشكل شبه يومي تأتي مخاطر المجاعة والنزوح في اليمن مع انخفاض عمليات الإغاثة بسبب نقص التمويل الدولي وبالتزامن مع وصول الجهود الدبلوماسية الدولية إلى طريق مزدود بعد فشل المبعوثين الأمريكي والأممي في إقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على مأرب كمقدمة لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء اليمن وهو ما يبقي الوضع الإنساني مفتوحاً على كل الكوارث